سؤال ليش مرات من نجي نشتري شيء مثل جهاز كهربائي او ملابس او حتى اذا تكون سيارة ونسمع انه هي من الصين ومكتوب عليها made in china ونعوفها ونقول هاي تعبانة وتخربوا بسرعة زين معقولة هيش دولة اقتصادية كبيرة تصنح هيش منتجات تعبانة واذا هيش ليش التجار اليمنى ما يجيبون حاجة زينة اصلية مثلا من امريكا ويعوفون الصيني شوف بهاي السنين الاخيرة شفنا السوق يقدم ترس شغلات من صنع الصين ومو بس بالعراق وانما باغلب الدول العربية وحتى بامريكا واوروبا وقدرت الصين انه تكون اكبر دولة من حيث الصادرات بالعالم زين شلون قدرت الصين انه تنتشر بالصناعة هيش وسيطر عليها الصين كانت سابقا دولة زراعية وكانت تعتمد على الزراعة بكل شيء الى ان اجي حاكم لهم اسمه دينج جياو بينج بالعام 1978 وحكم الصين للعام 1992 وبهاي السنين غير بيها اقتصاد الصين كله بحيث قام يدز بعثات للدول الغربية حتى يتعلمون الهندسة والادارة الحديثة وحتى يقدر يطور الصين اقتصاديا واعتمد اعتماد كلي على اصحاب الخبرات بتطوير الصين وحل مشاكلها وفتح الاستثمار وحسن علاقاتهم الدبلوماسية والامريكي بعد ما كانت مشنجة لسنين طويلة وسر نجاح الصين بالوقت الحالي انه 100 تقدر تصنع لك منتج بدولار والمقيرة والمتوسطة تدور على شغلات تكون رخيصة فاكيد راح تاخذ منتج ما يكون اصلي وما تكون الجودة ماتتة عالية والناس اللي تستورد عندنا من الصين تجيب شغلات بحيث تكون رخيصة وغالبية الناس تشتريه ومن كثر ما اشترينا منتجات صينية رخيصة صارت بظنة انه اي منتج صيني يكون مواصلي واذا باوعنا على المنتجات اللي تروح من الصيني لاوروبا وامريكا راح نلقى ارقى المنتجات وبجودة كلش عالية سواء اجهزة او سيارات او كل شي وللعلم اغلب الشركات العالمية اللي نعرفها احنا وفي شركة ابل منتجاتهم تصنع داخل الصين واذا شفت اي ايفون عندنا بالعراق راح تلقى بيه كلمة شاينة وهذا معناه انه شركة ابل ادها مصنع موجود بالصين تصنع به الايفون زين ليش هي الشركات عاي في امريكا واوروبا وجاي تصنع بالصين شوف اول شغلة تخلي هاي الشركات المعروفة انه تبني مصانعها بالصين هي الايدي العاملة تكون رخيصة هناك مقارنتين باوروبا وامريكا ولا تنسون انه عدد سكان الصين يقارب المليار ونص يعني عندنا فرص عمله واي هناك وبسهولة هاي الشركات راح تلقى الايدي العاملة وبسعار مناسبة وشغلة لخ انه وجود هاي المصانع بالصين راح تكون عملية تصدير المنتجات مالتهم للشرق الاوسط اسهل وبالنهاية الصين تصنع منتجات اصلية وعالية الجودة بس التجار اليمنى يجيبون الرخيص وهو هذا الشيء اللي يمشعدهم ويحققون ارباح منه وهذه كلمة بالسالفة دينغش ياو بينغ شي احبو هذا دينغش ياو بينغ شن هذا شي حبو صحيح زين هذا ابو شه سميه ابو دينغ يا الله ورحمه الله شكرا